المستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل دفاعا من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطلبك الرأي ممعي وأسد الله علي الذي أمه تتمتع يا راجل أمك بتتمتع من إمتى يا أسد أنت قلتها فدعني أرد وأتحداك أن تهتيني من هذا الكلام الكتبي بس 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 إيه ده كده على نفسك 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 يعني أنت أمك لو راح تتمتع لا يحق لها أن تتمتع ويها متزوجة هل سؤولي كده أنطيني نعم أنطين دليل بأنها أسماء قالت تعبوا بكتر سوف أتمتع أنت دلوقتي ولكن ما نعمل بأسماء أنت عايز أمك دلوقتي أنت ملك بأسماء عملت نفسك دلوقتي عملت نفسك ليه دلوقتي أهبل وعبيت يا أسد أنت لسه بتقولي إعطيني دليل أن أمك يجوز لها ممارسة المتعة إيه دخلك في أسماء عايز دليل أن أمك يجوز لها ممارسة المتعة عنية الاثنين. مش عايز الدليل. جواب على سؤال الحلقة. انت عارف ان اطلالك الدليل. انه يجوز لامك ان تتمتع وهي متزوجة. تمام? اطلع? 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 يلا اطلع. طيب. ادي كتاب الكاف. اسمع يا ابني. اسمع. اسمع. لما انت عارف ولي ما ساعلتها. يب امك لو راحت لواحد وقلت له دلوقتي. تجوزني متعة. هيقول لان انت بتجوزها ولا لا. هياتجوزها متعة. امك ممكن تعمل كده ولمش ممكن تعمل كده يا اسد? زين. زينين? امك تعمل كده لا انا بسألك سؤال. قبلي الزواج. اساد امك لو راحت لواحد قالت له jujzo mlz هيمارس معها المتعة او لا؟ ايه؟ رد عليها هي متزوجة؟ اه هي راحت هرام شرعا عليها سنة سنة ليه 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 الامام قال ولي ما فتشت عنها ملحقش للراجل انه يسأل انت متجوزة او لا؟ من حق ونلبي رغبتها بدون السؤال صح ولا مش صح؟ رد ايوه مصداق على نفسها الحرام واقع على لمك؟ ولا واقع اللي تمتع معاها؟ المرأة مصداق انا بسألك بس الحرام واقع على لمك؟ يا اسد اهدى كده اهدى لا اسمع انت وهدى اسمع وهدى اسمع وهدى اسمع وهدى اسمع وهدى الان اذا هناك امرأة متزوجة امك مثلا ذهبت للملة او لمرجع وانت اريد ان امارس المتعة الضرر قوي عليها هي لكن من تمتع بها ليس عليه ضرر صح ولا مش صح؟ احسن شكرا لك اذا يجوز امك ممارسة المتعة هي ما عليها ضرر؟ الضرر واقع عليها هي وليس على المتمتع بها ايه المتمتع ليس مصدق بس المرأة مصدق على المتعة شكرا لك بس انت قلت نفسك انت ما ذهبت وتمتع بس اطرق اسمع اطرق اسمع ممتاز؟ ثانيا اطرق اسمع اطرق اسمع اطرق اسمع انت جبريل سعد الى النبي وقال قد غفر الله لامتك من المتمتعات ومن النساء صح؟ مقصول لهم؟ لا هو هو شرع الله اطرق اسمع اطرق اسمع 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 عندك رواية ان جبريل صعد الى النبي وفرحة الإسراء والمعراج وقال ان الله يبشرك انه غفر لامتك من المتمتعين من النساء صح؟ لا مو صحح لان الاسراء والمعراج لم تكن المتعة مشرعة بلوم انتازع سراء وربي الكعب ان انا وقعتك في الفخ اللي انا عز وقعتك فيه فكيف تزوجت اسمعه متعة والمتعة لم تشرع اسمع شوف انا جبتك ازاي والمتعة لم تشرع الا بعد ست سنوات من الهجرة وهي متزوجة في مكة من الزبير في ايام قبل الاسراء حتى قبل وفاة خديجة وابو طالب يلا جاوب بقى يا باقي يلا شوفت جبتك ازاي انا عارف انت تيجي منين ماشي فجبتك من الطريق اصدقلك متى ابيحت المتعة ومتى تزوجت اسماء متعة ومتى فعلت متعة تمام هتعمل نفسك عبيته مش هتروت الان اسماء متزوجة من الزبير من قبل الهجرة وانجبت عبدالله ابن الزبير على اغلب الاقوال سنة اثنين هجرية والمتعة ابيحت ستة هجرية فكيف تزوجت متعة دي من اكاذيب الشيعة الاثنى العشرية تمام وقول فعناها كانت سوى متعة الحاجة ولكنها تمشي مع الشيعة انها متعة النساء رد اسمع يا اسد بس كده منصرصرة لما ادعو اقول لك يا اسد لا تسد المايك انا مش تسد المايك عشان انت بس بس تسرصر كتير انا اسألك سؤال اخر يا اسد في هذا الموضوع مطلقة شابعة للهجرة مطلقة مطلقة اسماء دليلك يلا دليلك انها مطلقة من الزبير يلا قبل الهجرة انا بسألك متى طلقت قبل انجاب عبدالله ابن الزبير ده اولا هتقول لابن الزبير وقالت تزوجت متعة اي يا اسد يا اسد نعم مش المتعة عندك حلال نعم هل النساء التي تمارس المتعة هيكشوا الجنة مغفور لهم زنوبهم ولا لا سنة النبي انا بسألك سؤال انا بسألك سؤال يا عم بسألك سؤال هل النساء التي تتزوج متعة مغفور لها ام لا بالزواج المتعة مغفور لها لان اذا اماما اقول لها اسماء بنا ممتاز ترد عن اسماء بنت ابي بكر اقول رضي الله عنها المغفور له نعم كل الصحابة انا بسألك شو بحدد لك اسماء اقول رضي الله عن اسماء بنت ابي بكر المغفور له اسماء اذا كانت متمتعة على سنة الله هو رسولة فهي مغفور لها لا اقول رضي الله عن اسماء انت لسه بتقول انت متعت وانت دايب بتثبت دليلها بالمتعة بزوج المتعة اقول رضي الله عن اسماء بنت ابي بكر المغفور له ولعن الله سبدا بيها وسجميها انت من فدرك محرور انت من فدرك محرور انا اعرفك بقى ليه عشر سنين تقريباً فانا عارف اجيبك ازاي تمام انا بلعبك كده شوية بكلامك ليه تعصبت يا ياسد انت راجل وصبت لي السبعين من عمرك يا مجيل الجلطة ولا زبح انت خليل انت اصبح ليه الجمهور في التكتوك وبركوب الشيح كمان يلا انت بتحاول تثبت ان اسماء مقصد نكاح المتعة ماشي يا عملة ماشيت معك اهو والراضي الله عن اسماء بنت ابي بكر المغفور لها ولعن الله سبى بيها يلا اسد فضل احنا عمرنا اه استاد عشتوف عمرنا احنا من سبى الصحابة يا عم تقول لعن الله من سبى الصحابة لعن الله من سبى الصحابة لاخيار لا الصحابة اجمعين يعني لقيت لنا قال عن خالد ابن الوليد لما لما سبى ومعاوية لما سبى وخالد ابن الوليد لما سبى ومكتب أن أحدهم بذلك ليس بهذا interven響 عاما مرد على قدر السؤالي إنت existاً، وTech them all aurais My heart would judge them ودعو بذلك عاما ملككتب أن الله تفاوبر لكن excel ليس لعنة الله من صعد علي المملكة روح يا اسد ناء الله يا ربستعال المشكلة ان ده لجمهور بيتابعوه ومشاء الله ساعت قعد كده في التكتوك وانا بقلب كده بالليل قال ايه مثلا قاعد بيناظر انا بزعل بقى من اهل السنة اللي بيطلعوه في مناظرة ليه والله ما يستحق ده بيفصر الكرآن بمذابه ويفصر احاديث اهل البيت بمذابه اسهل طريقة لالزام اسد لسانه ده مش بتاع علمية ومنهجية ده في الحوار فكلما بيقول حاجة تعال وفقه بيهت ليه هو نفسه ترجع عنه اثبتلك ان اسمعته متعت تعالى اثبتناله انه اولا غضت الاول فانها تزوجت متعة لما قاعدت في سؤال الاسراء والمعراج وبعد كده قال لك اه مغفور الله وبعد كده تراجع بعد كده انا لا اسب الصحابة تراجع اهو ده اسد اثبتلي ان ام تتجوز بتح اثبتناله تراجع ما هو ده شيع الاسن عشري هو ملك التراجعات الشيع الاسن عشري دايما احبتلك ترجمة نانسي قنقر